هوس السلطة ليس غريبا أن ينتقل من القذافي إلى من بيعه قبيل الثورة بالسير على نهجه ولكن المفارقة أن ينتقل إلى من يرفع شعارات الديمقراطية نهارا ثم يعقد الصفقات في فنادق المغرب ليلا للتمديد اجتماعات تلو الأخرى يعقدها خالد المشري وعقيل صالح تحت مسمى التوافق لا تنتج سوى مزيد من التعقيدات والأزمات فعقيل والمشري الذان يحاولان الظهور بمظهر المتفقين وأن بمقدورهما إنتاج سلطة موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات بات غرضهما واضحا كما يرى مراقبون وهو التمديد والبقاء في السلطة والحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب خالد المشري الذي صرح باتفاق الطرفين على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في مدة لا تتجاوز مطلع العام المقبل أوضح أن من بين المناصب السيادية التي بحثها الطرفان رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ورئاسة المصرف المركزي ورئاسة مؤسسة النفط ورئاسة المخابرات العامة في ذات السياق قالت مصادر متطابقة من بينها عضواء مجلس نواب طبرق علي التكبال وبدر حيب إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري يطمح لرئاسة الحكومة الجديدة وبدأ فعليا في تسويق نفسه لرئاسة الحكومة المزمع تشكيلها قريبا خالد المشري الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ الرابع من إبريل عام 2018 بات ينتهج مسار عقيلة في رئاسة مجلس نواب طبرق وذلك بتفرده بقرارات مجلس الدولة متسببا في مزيد من الانقسامات داخله من جهته أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفضه الكامل لاتفاق عقيلة والمشري وجدد مطالبته لرئيسي المجلسين بالإسراع باعتماد قاعدة دستورية تنهي المشكلة القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات وعلى صعيد دولي أكدت عدة دول متدخلة في الملف الليبي بأن الحل الوحيد للأزمة هو الانتخابات وقد دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا السياسيين في ليبيا للدفع في هذا الاتجاه وتحمل مسؤولياتها وأمام محاولات عقيلة والمشري للالتفاف على حقوق الشعب تظل القوى الوطنية تحاول الدفاع عن الاستحقاقات الدستورية والانتخابية واختيار الشعب من يمثله بعيدا عن تلك الوجوه التي أدخلت البلاد في متاهة من الحروب والصراعات وبين هذا وذاك يظل السؤال هل ستنجح القوى الوطنية في ذلك؟ اشتركوا في القناة